ايش اقول لكم اخذي لكم سبرايز المرض اللي فيني هو ان حوالي كلهم انتقل لهم المرض بس عندي سؤال انبارح شو صار؟ يعني بيلبأ لي انه يكون اسمي القادم الفتاة الجميلة مع صاحبة اللامبورغيني موسيقى وضحت رغدة كيومنشيان سبب غيابها عن الاستريهات مبارحة واكدت انها كانت مخدأ استراحة بسيطة اما اليوم فكان يوم حافل بالاعمال الجديدة مبارح كان غياب سريع سريع جدا خطف خطف اليوم بس اليوم كله شغل 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 وحننزل بوستيلو عام نخلص بدي اليوتيوب وحنننزل تيك توك اما ابو فلا فوضح سبب غيابه ايضا والسبب كان مرضه بالزكام وبقاءه بالبيت لحتى ما ينقل العدوى الاصدقاءه والناس اللي حولوا وكشف ايضا ان عدد العائلات المستفيدة من المساعدات باخر عمل خيري نظمه وصلت لاكتر من سبعة الاف ومية عائلة وهالعدد عم يزداد يوم بعد يوم مرض اللي فيني هو انفلونزا وليس مرض موسمي عادي ينتغل ينتغل الجميع الشباب بالحوالي كلهم انتقل لهم المرض فانا عشان كده بعيد عن كل الناس عشان ما بي اسدح الناس بالفراش ما بي اخليهم يكرون حياتهم ويقدون يسبوه يطول العمر يصدق انا اللي مسدح بالفراش يسبوه كابلي يا شباب عرفته فاق غيث مارون وبستوري انستجرام جاب سيرة موضوع صلحه مع نور ستارس وانتشار فيديو له معها بطريقة غير مباشرة انتشار فيديو له انتشار فيديو له بس عندي سؤال هو انتشار فيديو له لان اعتقد انه ما كنت فوعية وبالحديث عن نور ستارس فكشفتها انها عم بتخطط لشراء سيارة جديدة وهالمرة حتكون اما فراري او لامبرغيني وقايز بلي ساعدوني اختار سيارتي القادمة لانه انا اشترت سيارة للعيلة هلا بدي اشتري سيارة لحالي ساعدوني صوتوا 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 بدي اجيبها اكتشو عبالي اجيب سيارة سبورت اختاروا سبورت يعني بيلبقلي انه يكون اسمي القادم الفتاة الجميلة مع صاحبة لامبرغيني بيلبقلي ولا ما بيلبقلي ذات الشعر الأسود واللمبرغيني الحمراء مثلا أو الفراري الحمراء أما نارين بيوتي فظهرت مع موفلوكس واليوتيوبر العالمي ديفيد دوبريك من مطعم الشيف بوراك بدبي فنشروا هالستوريهات ونشرت كمان هالصورة واللي جمعتها مع الشيف بوراك وأمها وعلقت بي ماما آبلة عريس شيرين شيرين ديفيد موبث كان بدبي ديفيد بسينيارتي أين هو؟ شكرا